مستهدف هل هي جبهة القوى الاشتراكية هل هي رابطة حق الإنسان هل هي كل تلك النشاطات التي كان يقوم بها أولاد الجنوب من هو المستهدف من فضلكم نعم نعم شكرا سؤال مهم جدا يعني السلطة من خلال هذه المتابعة القضائية تخلق جو من من تعذيب النفسي تخيل مثلا أنا شخصيا عندي حوالي 8 قضايا في المحكمة 2 جنايا و6 جنح مع وجود منتخبين ومناظرين عندهم عدد أقل 3-2 قضيتين وكما تعرف المحاكم في غرداء يمكن القضية تؤجل 3 مرات وفي اجتئناف يمكن فيه تأجل 3 مرات وعندما تذهب المحكمة يمكن في نفس اليوم فيه متير قضية لنفس اليوم يعني هناك تعذيب النفسي راهيب كل أسبوع كل يوم أسبوع تجوز نفسك تعيش تعيش في محكمة يعني تنسى العمل نتاعك تنسى الأولاد نتاعك تنسى جميع النشاطات ترجع مبرمج مع المحكمة في قضية ربما تأخذ تأخذ حكام بسيطة ربما تأخذ براءة ولكن في نفس الوقت تعيش في جو من متابعة قضائية محامين جلسة بعد جلسة يعني هذه طريقة ذكية في نهاية الأمر إذن هدفهم كانوا يدون الإذاءكم من الناحية النفسية نعم يعني بدلوا هم يتأقلمون عندما وجدوا أن الموجهة مباشرة باستصدار أو مرقب يعني وجهت لهم أنظار يعني طرق قانونية وبعد ذلك استعملوا هذه قضية بابانجار محمد أين يعني شاب مسكين 21-20 سنة في عمره عندما ألقي سنة ما نفسه عندما وجهوا له تهمة ومن خلال هذا الشاب طلبوا منه أمروه مدة عشرة أيام في سجن انفرادي موجود الرسلة التي خرجت من السجن طلبوا منه أن يوجه تهمة تحريض على قتل شخص إلى خارك مالدين أو أحد قيادات الأففس في غردايا وبهذا يخففون على الحكم وعندما رفض هذا الشاب هذه المساومة الخطيرة تصور حكمة عليه بالإعدام بالرغم من عدم وجود أي دليل وأكد أي دليل وأي قارنة تؤكد هذا التهمة يعني حكم بالإعدام أقصى حكم وشهد الشاب لم تكن له أي سابقة مع المحاكم سيديك مالدين لا يتورعون من فضلك أطلب منك شيئا تقنيا لأن نعم التقني يقول لي أنك تستعمل مكبرا للصوت حب ذا لو تغلقه لكي لا يعود إلينا الصوت من جديد من فضلك لا سلم في المباشرة في تفضل سيدي تفضل سيدي الصوت ربما من في الصدى نعم هناك صدى تكلم مباشرة في الهاتف تفضل سيدي تفضل سيدي شكرا يعني السلطة استعملت وعندما هذا الشاب لم يمشي معهم في هذا المسامة حكم على الإعدام بعد عامين من يعني الانتظار وعند طلب الطعن بالنقص في الحكم برمجت محاكمته وجيلت مرتين بسبب عدم توفر الأمن في غردية لمحاكمة هذا الشاب يعني تصور سلطة مثل سلطة الجزائرية بجميع جهاز جهاز الأمنية والعسكارية والدارك والشرطة لا تستطيع أن تضمن محاكمة في غردية صارك محاكمة في المدية يعني بوجود محامين وصحفيين وحتى محامين من الخارج الجميع بعد ست ساعات من الجلسة العلنية من المرافعات الجميع كان ينتظر حكم البراع لا يوجد أي شي حتى أبناء الضحية وحد منهم صرح هناك شخص آخر قدمت بنفسي هذا تصريح ابن ضحية إلى شرطة في غردية هناك شخص ما هدد والدي بالقتل ولكنهم لم يأخذوا بها اعتبار لم يجروا أي تحقيق لأنهم يعرفون من القاتل احتمال كبير أنه منهم وأن ببنجر ليست له أي علاقة ولكن بأما أنه لم يسقط في هذه اللعبة حكم عليه مرة أخرى بالمؤبد هناك الأستاذ بوشاشي معروف لأستاذة معروفين كانوا حاضرين في هذه المحاكمة ولكن الناس تأسفت إلى وصول جهاز القضاء العدلة في جزائر بسيفة عمى إلى هذه الدرجة بعد ذلك بعد هذه المرحلة استعمال مثل هذه القضية فبركت قضية خطيرة ضدي توجد في 16 جوان 2009 كنت في بلدي غردايا مع أحد منتخبي لففاس في بلدية غردايا يعني فوجئت باختطافي بتلاث أشخاص لا أعرفهم يعني في ثياب مدنية عندما سألتهم قالوا إننا شرطة لم يوجد أي كلام أي تهمة أي ثبوت أو رق ثبوتية وبعد ذلك وصلوني إلى مركز شرطة وعند الاستيبسار بعدها ممطلات يعني وعثلات قالوا أن هناك شاب ما يتهمك بأنك حردته على حرق سيارة تابعة للشرطة يعني غريف الأمر الشباب لا أعرفه من قبل يعني قلت أي صلاحية عندي عندما أمر شخصا ما بحرق سيارة للشرطة يعني الأغرف الأمر ألقي القبض علي في نفس اليوم خذيت ليلتي في سجن الشرطة غدا من ذلك عندما وقع لقاء مع هذا السيد الذي يتهمني صرح مباشرة أمام قاضي التحقيق بأنه لا يعرفني ولم يراني من قبل وأنه لم يحوق أي سيارة للشرطة والذي يعني بنيت علي القضية هو شخص معروف غردية بأنه مخبر يعمل مع الشرطة يعني وبعد ذلك لم يطلق صراحي يعني سأصدر أمر ب مرقبة قضائية نجع مني جواز صفر وللتذكير يعني منذ سنة 2004 إلى حد اليوم موقوف عن العمل لا أستطيع الأعمال لا في المستشفى ولم يسمحوني بأن أفتح عياذة منعوني من كل شيء يعني حتى يعني بين قوسين بعد الفيضان المنكوبين منزل جرفه الفيضان إلى حد اليوم يرفضون تعويذي كبقية الناس أعود يعني إلى المتابعة القضائية بعد هذه القضية يعني فبركات قضايا بالعسرات يعني بالنسبة لي وبالنسبة لزميع الناشطين حيث مواطنين ينتمون إلى ربما أحزاب معارضة أو إلى يعملون مع مخابرة يوجيهم أي تهم تهم بتكسير أملاك الغير يعني قضية تضحك يعني تضحك كان من بين وحوالي خمس قضايا بنفس تهم ويتحتم أملاك الغير قضايا متعددة سيدي وهناك قصص معقدة جدا لكن أنا أريد أن تجبني على سؤال سابق سيد الكريم من هو المستهدفون من وراء هذا الإصرار والإلحاح من طرف القضاء من ورائكم سيد الكريم في غردية جميع جميع الناشطين في حزب القيادات حزب جبهة قوى الاشتراكية الناشطين في رابط الجزاري الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابيين الذين كانوا يعملون في اتحاد الوزر والحرافين الجزاري يعني أناس يعني ينشطون في هذه المنظمات الشرعية أو الأحزاب الرسمية يعملون على نشر وعي وثقافة المطالبة بالحقوق في غردية للتذكير يعني للتذكير عندنا كل مرة في الأسبوع لقاء مفتوح للمواطنين لنشر مثل هذه الثقافة المطالبة بالحقوق ما هي الواجبات ما هي الحقوق المدنية ما هي الحريات ما هي المواطنة ما هو النشاط السياسي يعني ثقافة جديدة في غردية السلطة تستعمل هذه طريقة جهاز العدلة وجهاز الأمن ضد جميع من يبرز في خلال في حزب جبقة الشراكية كمنتخب أو كشخصية وفي رابط حقوق الإنسان سيد كريم نطوية ملف القضاء من فضلك أن هناك أمور مهمة اللي يريد أن تتكلم معنا كيف قضاء دكتور كامان دين خمسة أشهر في السجن سجن في غردية سؤال مهم جدا سجن في غردية كارثة مكان لا يستطيع أي بشر محترم يعيش فيه لماذا نسبة الاكتظاظ أخطر شيء في سجن غردية اكتظاظ تخيل في قاع لا يعني في أمور حتى سجن في غردية سجن في غردية سجن في غردية